بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نتحدث في الوحدة السامنة بعنوان الشخصية المعنوية للشركة وإذا أردنا الحديث عن الشخصية المعنوية للشركة لا بد أن نتحدث عن بداية هذه الشخصية ونهايتها فمتى تبدأ الشخصية المعنوية للشركة؟ في الحقيقة يشترك لوجود الشخصية المعنوية تحقق شرط موضوعي وآخر شكلي الشرط الموضوعي هو أن يوجد مجموعة من الأشخاص يتفقوا فيما بينهم على القيام أو الاشتراك في مشروع معين أما الشرط الشكلي فهو أن يعترف المنظم بهذا المشروع ويكون هذا المشروع جائزا قانونا إذن تبدأ الشخصية المعنوية للشركة كما نصت على ذلك المادة 13 من نظام الشركات التجارية أنه فيما عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة موجود من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج به بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استفاء إجراءات الشهر بناء على ذلك تبدأ الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تكوينها إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استفاء إجراءات الشهر التي قررها النظام نهاية الشخصية المعنوية للشركة الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بانقضائها أو بحلها ولكن نظرا للنتائج المترتبة على زوال الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضائها أو حلها وما في ذلك من إضرار بمصلحة الشركاء والغير فإنه تقرر الإبقاء على الشخصية المعنوية للشركة حتى تتم عملية التصفية ترجمة نانسي قنقر